هي فنانة مغربية من مدينة العريش شاركت في عدة آمال سينمائية وتلفزيونية آخرها عامل غيج مع عامل فنان المغربي حسن الفد في رمضان القادم ضيفة حلقة اليوم من برنامج زوم هي الممثلة المغربية من الرجيس الحلاق سأل الله يخليك أكشن بديت تمثيل من اللي كنت في الكوليج كانت بدار واحد الكاستينج في الكوليج ديال واحد الفرقة مصرحة بوات وكنت دخلت صدفة واخترني المخرج باش نخدمها عن فديك المصرحية من ثم بدار الإعجاب ديالي بمصرح وقررت نكون ممثلة أول عمل شتو كان عمل ديال فرقة مصرح أبينهم مش فشاون كانوا بقام بالإخراج ديالي ياسين أحجام مسرحية كان سميتها مذكيرات شيطانية أول مرة كنت نشوف مسرحية فيها أضواء وممثلين محترفين وملابيس وتبهرت في هاداك العالم وثولت وقالوا لي يا راكين وحد دي معهد بسميته لي زاداك كي قرروا فيه التمثيل وقررت من ديالي يزاداك باش نولي بحال هادوك ممثلة لشتف فوق الخشابة ما كانش شخص معين ما كانش قدوة فنية كاملة هي مجموعة من المميزات متفرقة في أشخاص عدة ومن بينهم الأساتيدة اللي قرروا لي في زاداك ومن بينهم الناس اللي دوس عندهم ديستاج ولا ممثلين اللي يكبر مني وعندهم تجربة كتر مني فنحاول نستفد منهم باش ننكون هذيك القدوة الفنية الكاملة في المخيلة ديالك مخرج مغربي نبغي نخدم معه ومصرحة بزف ديال مخرجي اللي ما زال ما تحديش فرصة نخدم معهم وما كرحتش نخدم معهم عندهم حوية زوينين كي أجبوني ولكن ضروري زي ما نقول اسمي واحد محدد نقول جيلالي فرحاتي اسمي محدد نعم كيف سبحانك ومت أنت اجابت تركيا؟ تارماوي كيف سبحانك ومت الإعجابة؟ كولوم دينزيل واشنطن هو مكيش دور محدد عنده اسمه هو دور اللي ما كيشبههش لا شخصيتي لا جلسة ديان لا في الشخصيتي دياني وهو دور اللي كيشبهه المجتمعين كيدوره وسط المجتمع موكين ندوز من حداك وما تشوفوش قاع وما تنسبهش دياني الدور باسيت هو دور اللي ما كيشبهش المغاربة وبعد عليهم وكيتنقد مع المجتمع ومع الأخلاق ومع الأفكار دياني المجتمع المغربي بالنسبة لي أنا الجرأة ماشي هي الجرأة فقط في ما هو جسدي كينا جرأة في الأفكار كينا جرأة في مواضيع كينا جرأة في كيفية الدفاع لذيك الأفكار والمواضيع تهديرها الجرأة ولكن إلا كنتي كتقصديني جرأة جسدية وهذا فأنا كنا نرفض أي دور ممكن أنه يكون فيه جرأة كتخدش الحياة ديال المجتمع المغربي أنا في الأول كنت كنعرفه عادي بحل المغاربة كمي ولكن واحد نهر تفاجأت أنه عايت لي باش نخدم معها في واحد الإشهار طبعاً جميل حال ووافقت ومن بعد منطلاقاً من فكرة ديال هذيك الإشهار بغا يدير واحد سيسيلة كوميديا كتنطلق من هذيك الفكرة وطلب مني واش ممكن أنني نكتب هذك السيناريو ديال السيسيلة في الأول جاتني فكرة شوية صعيفة من بعد قناعني بأن ممكن نكتب كتبت السيناريو وعرته عليه وعجبه وبدينا تصوير ديال السيسيلة واللي كان هو ديال الإخراج أنا كتبت السيناريو بجوش بينامتنا كينوحد السيسيلة اسميتها شاني لتيهي كعرفوها مغردو كاملي فيها واحد الفقرة اسميتها موستاجيا كل حلقة كينكي يجيب بيخصاناج كيدويه لعراسه كيدمعها تاريق البخاري أنتغذيو كينوحد بيخصاناج اسميته نحول هادك نحول والكي ضحكني عتيزة دولياربع كيلو فاتسبيدا أرا تربيتلي دور سوا ماذا؟ كتب الكوميديا حسن فضل اضاف لي كزار دي الحوية الزوينة من بعد سلوب الزوبير مؤخراً طلب مني باش نتعامل معه في مشروع جديد ولكن أنا عندي عندي واحد عمال مصراحي وعندي أعمال أخرى وعندي واحد للسيسي اللي كان كتبها ديالي وكنتمنى أنه يكون الوقت اللي خليني نقدر نعود من نتعامل معه مرة أخرى حيث بتجربة أخرى عالد دفلي بيانسوا عالد دفلي كتير ما كنظنش حيث أنا ودنيا بوطازوك ما كنشابوش وحتى الأعمال ما كنتشابهش الكوبل عالم آخر وسلوب الزوبير عالم آخر وهم عوالي متباعدة وما مكنش ش ش مستوى ديالتقارب بيناتهم وكنتمنى أن الناس غي يشوفوها هي فشكل ويشوفوني أنا فشكل حيث إحنا عندها هي جمهورها ومسلي كغي تعجبهم وأنا من بين الناس اللي كتعجبهم دنيا بوطازوك وكتعجبني كممثيلة وما كنظنش أنا ممكن يكون واحد وجهي المقارنة بيني وبينها لذلك أنا اعودة في الأول كنجيس حد غساني وممثيلة لدرامية من بعد وحد تنراكم دياليجوش وثلاثة ديال الأعمال ووالليت كنتشوف راسي ممثلة كوميديا وقلت أهو ممكن أنني اللعب لكميك وهذا أظن أنني خارج تصنيف لأنني لا يمكنني لعبهم بجوج لذلك أنا خارج تصنيف قصة أطول قبلة في السينما المغربية هي قصة فيلم هذا مشهد فيلم لا يمكن أن نأخذه ولا يمكن أن يكون لديه قصة العمل الفني لا يجزئ والناس الذين يأخذوا لا يشاهدوا هذا المشهد لا يشاهدوا لديه قصة إلى الفيلم وبدأوا يكبروه ويهضروا عليه بالعكس المشهد الذي يداب وسط الفيلم وكان ضروري منه وكان مجاني ولا مدير الأغراض أخرى فأظن أن والناس الذين هضروا هضروا على هذا الفيلم ولا هضروا على هذا المشهد لا يشاهدوا الفيلم فقط شاهدوا البوندانونس وحكموا على الفيلم كله مؤخراً مؤخراً كشف واحد قبل من الناس واحد في الصباح وفيلم اللي اللي بقى راسخ في الذاكرة ديالي مؤخراً هو فيلم دوكيمونتر اسمته كيحكي قصة واحد شانتوس ديجاز اللي ماتت اوبردوز والقصة دياله أطرات فيها بزاف و حت كتل المشاعر ديالي مؤخراً 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 نظن هذه هي العمق أما رمضان ولا كيين بزاف ديال الناس وكيين بزاف ديالا اعمال وما نظنش اناني أنا اللي ممكن نقول على رأسي نجمة وبلأكس هذا الجمهور ولا بيخطي هذ الحكم إلا عجبوا عمل الكلمة اللي ممكن نقول الجمهور المغربي عبر السلطانة هي النجاعة المجهودات اللي كنديرو هي علاودكم باش نعبروه لكم كما يجيب وباش تكونوا ديما فخورين بينا وكنت بمن يكون نديرو تنتو ما وحد ألاودنا وحدة مجهودة صريوة تمشيوا ومصرح تشوفوا مصرح ليه تمشيوا في السينما تشوفوا أفلان مع عائلتكم وتولي عادة عادية عندكم وكنقول لكم أنا كنبغيكم بزاف وكنتمنى يكون عند حسنة طنعي ديالكم وتابعوني دائما واجهووا زانا باقي سؤال بيزو، نعم، باي باي شكرا